اصيب عدد من مواطني قطاع غزة برصاص الحي بالقرب من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية على اثر مسيرات سلمية انطلقت في مختلف ارجاء القطاع رفض لقرار الرئيس الامريكي بشأن القدس وتم نقل المصابين الى المستشفى الاندونيسي في منطقة تل الزعتر لتلقي العلاج كما نقلت طواقم الهلال الاحمر مصابا بالرصاص المعدني من موقع المواجهات في منطقة شرق مخيم البريج وفي الميدان تعاملت الطواقم الطبية مع عدد من الاصابات بحالات اختناق وفي منطقة شرق غانيون استصيب شاب برصاص الحي اضافة الى ثلاثة مواطنين بحالة الاختناق الشديد